أحسنت يعني أحسنت والله ربنا نكريم نخذ من الأول الأنشودة كانت رحلة الإسراء والمعراج فعايزين نعرف نفسنا وولدنا ونذكر نفسنا دايما برحلة الإسراء والمعراج طبعا رحلة إسراء والمعراج كلما جاء شهر رجب تذكرنا رحلة الإسراء والمعراج فرحلة إسراء والمعراج آية عجيبة ومعجزة خالدة مع خلود القراءة الكريم إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها وما ذالت رحلة الإسراء والمعراج خالدة مؤكدة مؤكد كما القرآن الكريم ذكر فالإسراء ذكر في سورة الإسراء نزلت سورة كاملة عن الإسراء تبدأ بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والمعراج في سورة النجم قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وكأن ربنا تبارك وتعالى خالق العباد أعلم بأمورهم يرد على كل جاحد وكل ملحد كافر بالإسراء والمعراج فيقول له محمد ما يكذب محمد ما ضل محمد علمه شريد القوة محمد أسرى به ربه ولم يسرى بنفسه لذلك حكمة في القرآن الكريم حينما يقول المولى عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقول أسرى محمد بنفسه إنما الذي أسرى بمحمد هو من؟ هو الذي يقول للشيء كن فيكون أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو نظرنا إلى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا معجزات كثيرة جدا لجميع الأنبياء فلماذا محمد ننكر عليه إسراء؟ علينا أن ننكر عصى موسى الذي شقت البحر علينا أن ننكر النار التي دخل فيها إبراهيم فإذ بالمولى عز وجل أسلابها قدرتها وهي الحرق وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم علينا أن ننكر ما رفع به المولى عز وجل إدريس إلى السماء الرابعة قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عالية علينا أن ننكر عيسى بن مريم الذي رفع إلى السماء فكل ذلك إن دل إنما يدل على أن الأنبياء كان الوحي من عند الله والفعل والأمر هو أمر المولى تبارك وتعالى في الإسراء أسألت شوال نقطة دي يا دكتور أحمد عشو الخضر دي يعني حصر عليها أوديل اللي كان فيها النفاش والجدال وهي يعني زي ما حضرك قلت هو ربنا في القرآن الكريم زكر أنبياء زي ما حضرك قلت سيدنا موسى وسيدنا عيسى ولكن حضرك في الآية دلوقتي سبحان الله سي أسرى بعبديه أسرى بعبديه نعم ولم يذكر سيدنا محمد نعم وهو ده نقطة الخلاف لا ليست بنغة الخلاف حينما نتكلم على سبحانه الذي أسرى بعبديه لماذا لم يذكر سيدنا محمد تحديدا سنقول القرآن نذل على من على سيدنا محمد عليه أفضل صلى الله عليه وسلم والأوامر والنواهي على من على النبي محمد عليه أفضل صلى الله عليه وسلم فحينما هذا القرآن الذي أنزل أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم فيخاطب النبي الذي أنزل إليه كما أنزل التوراة على غيره يخاطبه فالمولى عزيز يقول سبحانه الذي أسرى بعبدي على فكرة شرف العبودية أفضل من الإسم نفسه وأشرف من الرقب اللي هو النبي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أختار أن يكون عبدا لله صالحا أفضل أن يكون نبيا مقرب فالمولى عز وجل بيعطي النبي شرف العبودية ولله المسلم أعلى كما أحدنا ينسب الإبن إليه يقول هذا أبي هذا ابني يفتخر الإبن أن الأبوي يقول عليه إيه ابني ولأن يفتخر أن يقول هذا أحمد هذا محمد هذا رجل من أتباعي لكن المولى عز وجل جعل العبودية الكاملة في شخص رسول الله فقال تعالى سبحان الذي أصر بعبده وهنا كل المفسر وليس هناك خلاف على أن عبده هو محمد وعلى أن الرحلة كانت ليست منام كما يدعي بعض الناس الرحلة كانت ليست كانت بالروح فقط إنما كانت بالروح والجسد والدليل الإعراج إلى السماء والدليل الذي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وسبحان ربي حينما نذل النبي ليحكي لأهل القريش ما وجد استهزأ أبا جهل هو ومن على شاكلته في كل عصر وكأنه رفع السفاهة على النبي وأخذ يجمع الناس ويضرب ويلطم محمد يزعم أنه أصلي به في ليلة واحدة ألم ندري في هذا الزمان الذي نعيش فيه نرفع المبايل ونكلم الناس في آخر الدنيا بل الناس طرعوا الفضاء هؤلاء عقل وليس وليس لهم في الأمر يكون فيكون عقل خلقه الله خلق شيئا يطلع إلى الفضاء عقل خلقه الله جعل قطارا يمشي بالأربع ساعات في مسافات تتجاوز وصاروخ يعبر القارات هذا عقل الذي خلقه الله فما بالك من الخالق إذا قال للشيء كل فيكون فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ومنكر الإسراء والمعراج أنكر أمرا من الدين بالضرورة لأنه إذا أنكر الإعراج أنكر الصلاة لأن الصلاة فردت فيه في المعراج فإذا أنكرت المعراج كاملا كونك أنكرت أنه لا صلاة فردت على محمد وإذا أنكرت الصلاة نفسها كونك ألحت على ذلك وكفرت بما أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الأعمال